السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة من محاضرات مبادئ الإلكترونيات ولازلنا في الشابتر الرابع ومحاضرة اليوم هي المحاضرة الخمسة وعشرين بعنوان في المحاضرات السابقة درسنا حتى لما ندرس في الشابتر القادم في الأسبوع الجاي بالدخل شرط الاسي يكون التغيير على الكيو بوين فقط من الإشار وبالتالي يقوم بدور التكبير أما إذا كان هناك في أي نوع من التأثر بالتغيير الحرارة في تغيير قيمة بيتا لسبب من أو لآخر فمعناته هناك صار في تغيير إضافي غير تغيير النسوي عنه في الإشار وهذا طبعا يسموني نويز الـ Voltage Divider Bias Configuration هي تقريبا الأكثر استخداما وأكثر شيوعا في عملية تشغيل Transistor As Amplifier لأنه نتوفر لي ما نتطلعناه من استقرار في عملية التغيير لذلك الدائرة دبعة الحكوم بالشكل التالي وطبعا المزايا الخاصة بهذه الدائرة نشوفها مع بعض وهي أنه في الـ Previous Biasing Configuration الـ Bias Current ICQ هي النقطة التشغيل الأولى والـ Voltage BCEU كان دال في الـ Beta بمعنى لو أنت جاءت طلعت على معاذلات الـ Fixed Biased Configuration إيش لحظت؟ لحظت أنه IC يساوي بيتا بـ IB اللي هي BCC نفس بـ BB على RB وأي تغير في الـ Beta يؤدي إلى تغير كبير في الـ Eye Collector وإذا تغير Eye Collector فعلى طول هيتغير من الـ BCE لما خورنا الوضوع أكثر ودرسنا الـ Emeter Biased Configuration وجدنا أن الـ Beta ظهرت في البسط وظهرت في النقاء هذا مما يجعل أنه أي تغيير في الـ Beta حيثون التغيير في البسط والمخاطر فبلغوا تقريباً بلغوا تأخير بعض فكانت هذه الـ Emeter Biased Configuration أفضل بكثير من اللي هو In-Fixed Biased Configuration وكل اللي عملنا أنه إحنا عايش عملنا وضعنا Resistance أو مقاومة على الـ Emeter أو طرف الـ Emeter إذن بكوز بيتا إذا كمبريتشار سيليسيتيق سيليكوني قولزيستور وطبعاً هذا الكلام حكينا لأنه بكون عندي فيه المعنونة تشارج غيرير بتتنشق أكثر وبتصير تشارك بهيار أكبر فباد تالي بتعمل تأثير أيضاً لسبق آخر وهو أنه الـ Beta is usually not well defined يعني مش محصوبة في الدقة فمن المستحسن أن نقوم بتطوير Biasing Circuit that is independent of beta يعني مستثلة عن beta والنطل تحقق هذا الشرط اللي هي Voltage Divider Biased Configuration طبعاً لو أذكركم في موضوع اللي هو ICBCE characteristic لإميتر from one connection فالكيوبوين الأبعقي الكيوبوين الأبعقي هي نقطة تشغيل هذه اللي بتحديدها بالقيم اللي انت اخترتها لبدأ تبعك من Biasing Potential BCC وقيم المغنومات If the second parameter are probably chosen يعني تطلق باختيارها وبحديدها بشكل دقيف جداً فإن ICQ و BCEQ can be almost total independent of beta مستثلة عن beta من خلال اللي هو الـ Voltage Divider بمعنى إنه مهما تغيّعت IPQ تبقى نقطة Q ثالث لذلك the level of IPQ is changed with beta but the operating point ICQ and BC will not change وماذا الكلام اللي احنا بدنا يقول ولاحظوا إنه نحن بنتكلم الآن بدون إدخال إشارة كل اللي موجود عندي فقط أشغيل Transistor وابدي أحافظ على استقرار هذه الدائرة إذا طلعت على دائرة تبعتك فكل اللي هعمله دائرة اللي Output فعملناش بها إشن لاحظ إنه أنا عندي مقاومة RC بقاومة R-E عالمين على الميتر وعلى الميتر وهذا هو الكاباستور اللي هو بينما دائرة الانبوت دائرة الانبوت أدخلت الإشارة عن طريق والتيج ديفايدر وبالتالي لاحظ إنه موجود الآن على مقاومة R-1 وموجود على مقاومة R-2 وإحنا طبعا اللي هو حيرلذي دائرة الانبوت اللي هو إنه مقاومة R-2 بالتشار مع مين صار عندي مسمى جديد إنه هو الانبوت ديفايدر بيسين سيرك هذه الدائرة كل المعتب لما بنيجي بنضلس الاناليسي عشان نعرف كيف أطلع الـ IQ والـ IC والـ أول الشغلة أنا أتكلم DC طرد أتكلم DC معاته السيقلة تبعتي المترددة بل بيها تماما وبالتالي هذا الكاباستور يعتبر هذا الكاباستور يعتبر open circuit هذا كاباستور لعقبر open circuit وللتسهيل علينا هأفصل اللي هو البيسيك بولتيج إلى مصدرين ومن نفس المصدر في الحقيقة واحد هيكون مطبق على الـ input وواحد هيكون مطبق على output بحيث أنه هأخذ الشرط اللي هو forward bias ومنه reverse bias والذي أمزلس بتبعي هو من النوع عن الـ اللي الدائرة تبعتني هذه دائرة تبعت هذه فأستطيع أني أرسمها بالشكل اللي أنا متعود عليه بحيث أني أخذ DCC وحولها لبطارية وأخذ المقاومة عن هذا الطرف وأوثل الطرف السابع بالبطارية في الأرض ففي الثالي دائرة الـ input تصبح بهذا الشكل تبدأ معي الدائرة R1 متصل مع R2 على التوازي زيما تشايف والمتنشيال اللي هو ECC رسمته بالطريقة المعدل الآن لتحليل هذه الدائرة في عدة طور الطريقة اللي نحن ندرسها هي طريقة بسمية EXACT MODEL والإجزاك MODEL هذا إيش هيتعمل هيتعمل مع دائرة الـ input وحيأخذ اللي هو هستبدل الدائرة هذه بدائرة ثيفنين circuit دائرة ثيفنين circuit أني قريب ثابتل اللي هو الموتنشيال ب بي ثيفنين متصل معها التوالي اللي هو مقاومة R ثيفنين وطبعا بيوسيل هات الدائرة ب Prancistoma R طبعا الكتاب يسمي V ثيفنين اللي برسناها الفصل اللي فات لدوائك العربية ب E ثيفنين ويا نفس الفكرة وخط المز مختلف لذلك هنستح هنعتفت زي ما هو عاب الكتاب أنه E ثيفنين هي فرق جهد ثيفنين وبالتالي مهمتنا الآن ثيفنين اكويفلان نتوورك of this circuit أنه أنا بدي أحسب R ثيفنين وأحسب V ثيفنين عشان أحسب R ثيفنين أول خطو أعمالها أول خطو أعمالها بتخلص من مين بتخلص من اللي هو المصطب وبحاوله إلى شورت سيركيل واللوت التبعي اللي هو دائرة برضو بتخلص منها وتصبح الدائرة تبعتك هي عبارة عن to resistor in parallel R1 R2 هؤلاء العالمين عن التواتي إذن R ثيفنين بكل بسابة هي أنك إيش تقوم تعمل تقول R ثيفن تساوي R1 في R2 على R1 زي R2 إذن بمجرد نتطنع على دائرة بولتش دي بايدر R1 اللي هي فوق R2 هي تحت R1 في R2 على مين على قيمة حاصل جمع أما بالنسبة ل V ثيفن اللي أنا سميته E ثيفن هنرجع البوتانشيل مرة تانية والدائرة تبعتك هتصبح كما في الشكل التالي الدائرة طبعا بكل بساطة ال V ثيفن تبعتك وال E ثيفن تبعتك هي جهد العقدة هذه أو جهد العقدة هذه وأنه فرق الجهد ما بين القرافين الأعلى والأسفل السائب والموجب واضح جدا أنه فرق الجهد هو فرق الجهد المففق على مين على الرزيستنس R2 إذن بكل اقتصار بجمجة أطلع على هذه فرق الجهد وهو عبارة عنه استخدم مجزئة في جهد متنشيل ديفايدر فإمتى هتعمل هتقول V R2 اللي يجي B ثيفن إجده تساوي تساوي B C C في R2 على R1 زي R2 إذن أصفح لديك الآن E ثيفن بتساوي بدلت المجزئة تتغل بالدائرة الثالية وال R بدل دائرة مجزئة في السوق التي كانت موجودة استبدلت بالدائرة B بمجرد لأنك تحسب I B على طول هتحسب IC هتحسب I و هتحسب V C لأن هذه هي العوامل البداية إحنا لماذا ندور ندور على مين نقطة التشريف تبعته على منحنايات V C و I C ال I C اللي هو ثيار بيس طبق مرة تانية بالمجرد ما تحط المعادلة تبعتك هتجد أن نفس المعادلة التي حصلنا عليها من دائرة ال I M C ولكن بدل ناقص B C صارت ناقص I H D T H إي ثبل إحنا بتدور العلميين على I بيس مظبط لله I متر هذه موجودة فننتخلص من ومجرأ نخلص من I متر عشان بتصير مجهول واحد فقط ف I متر بتساوي بيتا واحد في بيتا وعرف هذي من إجتك فتفضل في المعادلة فتصبح I بيس بتساوي E ثبين ناطس بي بي إي ليا أوبود سيبين أو سيليكون على R ثبين زائد بيتا زائد واحد في أطي فتطلع عدد الهادس تجد أنها هي نفس المعادلة اللي أخذناها في ميل في المثال بي السيرتك لكن كانت هذه فالحطية بي سي وقدم تخلي موضوع بالنسبة لك سهل النكيش أنك تحفز هاي المعادلة أما بالنسبة ل فكل اللي تعمل هتضرب المقدار هذا اللي تطلع في بيتا فتظهر معاك فيتا في البسط وفيتا في المقاط وهذا طبعا اللي بخلي السيرتك أكثر استقرارا وبي سي في حالة هذه بي سي سي ناقص آي سي زائد آر يعني آر سي زائد آر إلي وجود هذه المقاومة إذا في دائرة الأوتبوت لن يتفير شيء عن دائرة البيس أو عن دائرة الامييتر بايرس أما بالنسبة للقيم الأخرى اللي هي بي بالنسبة للإيرث وبي بي وبي سي كل هدولا يتم حسابهم بنفس طريقة المحاضرة اللي فاتت فخليلت تطلب الأنثى أو التبايل طبعا إذا أجلت السؤال فاخد الحمير في ميم عدائر السيركت لكن المطلوب واحد إيش المطلوب بيقول لك أوجد قيم البي سي والآي سي لهذه السيركت فإنت أولا تطلع هذه الدائرة بدأت تصنفها هذه الدائرة إيش والتش بايبر أول خطة بتعملها لما طلب منك الدي سي بايس فعلى طول تعتبر الكباسيتر وهذا الكباسيتر مش موجود وهذا الكباسيتر مش موجود وبتقوم بأبسيط هذه الدائرة وتبدأ تطبق المعادلات اللي بتعرف فطبعا بهن جدا هنا اللي هو أني أعرف قيمة آر واحد وآر اثنين فليش لأنني أنا بدي أحسب أول خطة بدي أحسب آر تبنين وآي تبنين هذه الخطة الاسطباقية عشان تقدر إيش يتنفز الحد زي ما قلت لك آر واحد هي المقامة العلوية وآر اثنين هي المقامة السبية فبالتالي معادلاتها بتصبح اللي هي آر واحد مع التوازي مع آر اثنين اللي هي آر واحد آر اثنين عن آر واحد زياد آر اثنين فتطلع قيمتها ثلاثة وخمسة وخمسين من مئة كيلو طيب الآن بالنسبة لأ إي ثبنين لا لاحظ أنني ما غيرتش الدائرة والله رسمت إش بالنسبة لأ بي ثبنين بتنشي البرير إش هي آر اثو بي سي سي بالضمط على آر واحد زياد آر اثو طيب وين آر اثو آه هي هذه آر اثو أي قيمة تاني حتأخذها معناته أنت مشتغل تسعة فبالتالي ثلاثة وقت تسعة وين البي بي سي سي اللي هي فين وعشرين على آر واحد زياد آر اثنين وطبعا بمجرد ما أنك تعود بالأرقام إذا بحصلت على القيم المفضوبة اللي هي نيفول وآلاتة وخمسة وتمسين بعد ذلك بتتابع حالك تماما كما فعلت في المحاضرة السابقة أولا خطو بدي أحسبها آي بي بعدين بدي أحسب آي سي بعدين بي سي وبالمناسبة هذه القيم أيضا هي آي آي بي كيو آي سي كيو وآي وي سي كيو للقيم اللي أنا أعطبك هي من الموذنشل والمقاومة لكن هنا مرتوبة آي بي فبالتالي كيو بتحسب آي بي نفس المعادلة في ثبنم أو ما تزبي بي على اللي هو آر ثبنم ببيتا زايد واحد نحسد ذلك فبتطرح ثم فولت ناكس أوب وين سيفن وبتقسم على قيمة المقاومة نضروبه في البيتا البيتا بتخراها من الرصفة موجودة معا الآن القيمة اللي بتطرع معا تطرع معا قيمة تمانية مايكرو أمبير طبعا هي تطرع في الميلي أمبير عشان أذكرك لكن هنا هتصير هنحولها لمايكرو أمبير وهذا طبعا البيام المتوقعة من البيام التيار البيس الآن بمجرد ما تطرع هذا الرقم في مية هتطلع معا آي سي إذن هتفصل على آي سي أعتقد الخطوات سيملة وسيطة وبنطبخ المعادلة اللي بتحسبلي البي سي جي اللي هي سرنا حرزينا بي سي سي ناكس معايا القيم اللي هو 12 فولت وأربعة وتلقي بيت كمير الآن بدي أعطي لك نفس السؤال السؤال هذا هو نفس السؤال السابق بس بس لاحظ نفس الألقاء لكن ميل تغير البيتا البيتا كانت مية نزلناها بخمسي ما تأثير ذلك على آي سي وآي وبي سي المفروض لما يجعل وقليته مع بعض إذن أول خافة وعملها بعيدة في الحل بجيب بيطلع معايا ذلاته وخمسة وخمسين وبجيب بي ثيبن وبيطلع معايا اثنين بول طبعا ما فيش أي كرير في لأنه هنا بيتا ليس لها أي تأثير في إيجاد الدائرة المكافئة لدائرة الامبوت الآن الترهيب بصير على آي بي وعلى آي سي وعلى بي سي خذ برك معايا بمجرد ما أنك تحسب آي آي بيس فعندك بيتا في المكاف فعندك طبعا ستظهر معاك إي ثيبنين على آر ثيبن زائد بيتا زائد واحد في آر ثيبنين فتطلع معاك القيمة التي أمامك هي سبتعش وأربع وعشرين مين تذكر قديش كانت كانت ثمانية ستظهر وهذا طبعا وهذا طبعا منطق الجدد لأنه أنا غيرت في المعادلة أنت كلها فقط عن مين حولت بدل مية واحد صارت واحد وخمسين لأنه مين خمسين زائد واحد طيب خلينا نحسب البي بيتا آي بي فأجد أنه قيمتها أو بوين ايت أو بوين ايت ون هذه كانت أو بوين ايت سيكس فالتغيير كان أقريبا خمسة مايكرو أمبير أما بالنسبة لـ VCE لأنه ما اعتمد على الآي والليكتور فبالتالي لو حقيت الكيام مع بعض وعوضت فالتغيير أيضا لن يكون ملقوزا فالـ 12 بوين سيكس إذن قديش البي تغير تغير بمقدار خمسين في المية أما بالنسبة للتغييرات التي ظهرت على الآي والفي سي لاحظ لما كانت مية كانت تمانية أربعة لما صار خمسين صار هذا إذا هذا بحقق لأنه هناك استقرار في قيم أو بالتاني تبعتك إذا كانت مفضائرة ومهما تغيرت بسبب دعيور في درجة الحرارة أو دعيور في قيمة البيتا فالدائر يش دائرك المستقيم هذا الكلام لن يكن موجودا في المستقيم ومجرد تغير البيتا تجد أنه انزاحت كبير جدا لو نطلع على السؤال هذا سيقول لك تترمين لفظ ICQ و BCEQ فالدائر فالدائر تغير تغير نحن استرد نحن استرد موديل فبالتالي لو مجد كاش تغير تغير البيتا الـ 18 بولت بي سي سي المقامة العلوية اللي فوق 82 تحت 22 وعشرين طبعا البيتا وخمسير اللي فائقوا منك تحسب قيمة IC وBCE طبعا مش هكبر نعيان خالص في الحسابات لأنه دائما وابدا انت بتحسب الـ Q بوينت الـ ICQ وBC طبعا ممكن السؤال برضو يتطور ويقول لك احسب ويحسب 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 نفس اللي عملنا في المحاضرة طبعا إلا هتروح تتخلص من ومرة تانية انت هتحسب وعلى طول وعلى طول بل تحسب وعلى طول فبتقول 82 في 22 على 22 بطعا 17 و35 الخلف الثانية هنعيد نفسي الكلام مرة ثانية بدي حسب بي ثبين هتساوي اللي هو وفي الحال هذي كانت 22 و وتطلع مع قيمة فرقة الجهة اللي هو 83 و اعتقد الآن الخطوة بعد ذلك انك تحسب I-Meter as I-Base I-Base بتعوض مباشرة في الخانون تبعك صار موجود عندك قيمة T-Civenin 381 وصار عندك قيمة R-Civenin والVita صارت مخهودة من الرسمة والRE موجودة على الرسمة فتعود في المعادلات وتطلع قيمة التيار تقريبا 39 ميكرو أمبير طيب خلوا بعدها اضروف بيتا بطلع انه قيمة التيار تبعي 1.98 ملي أمبير اعرف الـ IC بتاعها في الـ VCE الآن اللي هي VCC لابتس IC زائد الـ R-Meter وتعود بالأرقام بتطمعات بيميت إذن بهذه الدروس التلاتة أصبح لديك فكرة شاملة على أهمية الـ DC بيس عشان بدون الـ DC بيس لن يكون هناك تبعي طبعا هذا السؤال انت بتحله في الـ DAT عمارة عن تطبيق مباشر على لحدنا بمجاوض تطلع على هذه السيركيت عن طول هتعرف انها الـ R-1 عندك نينو ستتين R-2 تسعة وطالب ان تكسب IBQ طالب ان تكسب ICQ وBCQ وأدر تلع ذلك نفس اللي أخدناها في الـ MDR ولكن هواين الآن اتغيرت بسبب التغير اللي يصير على دائرة الـ 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 السؤال القادمة سنبدأ في الـ AC بيس وناخد موديل آخر حتى نكمل المطلوب منا في موضوع الـ وحتى ذلك الوقت بترككم مع مجموعة من الأسئلة والتمرين حاولوا تحلوها بأنفسكم اللي هي المسألة رقم 15 إلى 18 من الكتاب المقرر وإن شاء الله حافر لكم الحلول لاحقا على قناة اليوتيوب حتى ذلك الوقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة